السلام عليكم ورحمة الله معكم عباد غيمي جديد فيديو جديد عن سبين دي لسينس غران دي كروس خطاي السبعة فيديو اليوم راح نحكي عن البانر الجديد وهل نسحب عليها ولا طبعا اغلبنا ان شاء الله يكونوا ما سحبوا على بانر ايسن ومونو لانه شخصيات جدا جدا عادية وجمعوا جمعتهم وهلا ناطرين با يعرفوا هل نسحب على بانر غوثر ولا لا طبعا اول شي خلينا نشوف الشخصيات شو بتعمل بعدين نشوف البانر نفسها طبعا الشخصيات اول شي بنحكي على هاوزر هاوزر طبعا شخصية بشرية لونه ازرق ايش حاطين احمر ما بعرف البسف تبعه بتعمل ايش حاطين هو اوزر بانر غوثير منار عليها تعمل كثير من أجل عشرين بالمية انت ساعتا تتبعك عليها انها على كل تعمل خمسين وعلا ايستخدري ايش حاطين اقول انت بتعمل مية راح تعمل مية وثلاثين سيطلع علنا ان شاء الله انها سيطلع علنا راح نجربها بس اعتقد هي الدمج اللي بتعمله مو كل واحدة بتزيد بتصير خمسين 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 لا اعتقد ثلاثين عن دمج كله طبعا الديت نيت هي حاليا في كتير شخصية صار عندهم ياها مثل بان شخصية المفضلة الجديدة بيرنهيلد حتى اعتقد في كوزاك عنده ياها في شخصية مونو اعتقد مونو او إيستين عندهم ياها واحد منهم المهم دوت نيت حاليا باللعبة كتير كتير قوية خاصا لانه انت اغلب الشخصيات اللي بتكون معك اولي ضدك تعمل تستخدم ultimate بقى هيك فيك تعمل دمج زيادة عليها وهو بشري بقى فريق بان رح يكون جدا جدا ممتاز وفيك تحطه ورع حتى ما فيك ما في داعي تحطه قدام اذا ما بدك ياه خينا نشوف حركاته حركاته اول حركة بيعمل 120-300-450 وبشي الأورب من شخص نفسه نفس مارلين بس الدمج تابعه اعتقد اكتر شوي بعد الشي الحلو انه اعتقد هاي ميتة وخمسين كانت وبنجي للحركتين هو نفسه عنده دوت نيت مية مية وخمسين وميتة وخمسين لكل الاشخاص نفسه نفس البائيين بس طبعا الفريق انه بان بيعمل دمج حسب الاتش بي وهون بيعمل دمج فقط مية بالمية من الاتاك تابعه ومية وخمسين من الاتاك تابعه ومية وخمسين من الاتاك تابعه والالتيمات تابعه تابعه نفس هاوزر الحادي اللي هو بنزل الرانك تابع الكروت واذا نزل الرانك تابع اي كارت بيروح اور بحسب كم كارت نزل او كم كارت روح نزل رانكو بقى جيد جميل بهاي الناحية بس بصراحة مثل ما لكم الساتسو جدا جدا عادية يعني عادية لدرجة انه الشخصيات طبعا صفر لايف ستيل ما بارف ليش وعشرك للديفينس وصفر رزيستنس يعني خلص كبوب لزبالي احسن ما بارف ليش لهالدرجة بنزلين له الساتسو بصرا طبعا اعتقد اعتقد سبب تنزيله للساتس تابعه انه ما بدن يكون جبار وساعته يصير كل ماله فريق بان اقوى واقوى واقوى مشان هيك اعتقد مو مساوي لهالدرجة ساتسو قوية يعني حتى ضرباته ضرباته جدا عادية خلين نحكي بقى هلا على الشخصية الاساسية اللي هي هايجاك غوثر طبعا هايجاك غوثر هو من الانون الغير معرفين لونه اخضر بنجي للبسف تابعه طبعا هايجاك غوث يستخدم حركة من حركاته بيعطيك اعتقد الاتاك زياده اعتقد الاتاك والبيرس والكريتشانس والكريت داميج بيزودهم 2% وبيزود الماكس اتش بيه تابعه واحد بالمية وطبعا الماكس هو عشرة يعني اذا استخدمت اش اسكلات رح يصير عندك 20% اعتقد الاتاك وعشرة بالمية ماكس اتش بيه لا بأس به بس بصراحة مواو أبدا لأنه صح الحلو أنه هو ما في طبع لازم يكون موجود بالباتل حتى تتعمل حركة هاي ما فيك تحطه وراء بس الحلو أنه فيك تستخدمه وينما كان ما في مكان معين ما فيك تستخدمه مثل مثلا بي لك لا بس بالبي في بي أو شي وهذا الشي جيد جدا بالنسبة لألي لأنه ما بحب الشخصية تقوم فقط للبي في بي أو فقط للبي في اي أو فقط للشيطان بهذا الشي الحلو هلا بنجي بقى للحركة الأولى تابعوا الحركة الأولى بتعمل كراش الكراش اللي هو هذا الشي بالمئة دشينال دامج يعني كل ما يكون عندك أربات أكتر كل ما راح يصير بتعمل دامج أكتر الكراش فيكن تقوله عكس دات نيت بتعملها حسب الأربات اللي ضدك لفريق اللي ضدك عندها بتعمل عشرين بالمئة دامج على كل أرب الكراش عشرين بالمئة على كل أرب انت عندك ياها وطبعا بتعمل المئة وثمانين اف اتاك اون ون المي وين ذا هيرو هز فور أور مور ألتميت موف جيج ردوس ذا أنيمي التميت موف جيج باي وان أورب يعني إذا أنت عندك أربع أربات وعملت الحركة راح يروح من اللي ضدك أورب نفس الشي بالنسبة لهي وبالنسبة للتالتة إذا كان عندك أربعة كمان ردوس بس الدمج بزيد ما في شي تاين بزيد بالنسبة للحركة التانية الحركة التانية جمب جدا جدا جميلة ولحنا حكينا عليها بس إجت إيستين بس هاي الأفضل من تبع إيستين لا لك ليش شو بتعمل؟ شو يعني؟ أول شي أي حركة زرقه عندك ياها أو سوري عند التيم اللي ضدك عنده ياها ما رح في استخدمه مثل الهيل مثل البوست مثل ريموف دي باف أي شي عليه علامة زرقه هلا هي عليها سيف وهي عليها علامة جمجمه الثالثة هي بتجي عليها علامة خينا نشوف شخصية عنده ياها غوثر مثل ما أنتوا شايفين عليها علامة مكتوب عليها زرقه لهو باف يعني لضدك إزعاطة غوثر ما رح يقدر يعمل رانكب عرفتوا هيدا هذا أكبر مثال طبعا مثل ما قلنا لكم بيعمل ما فيك تستخدم البوف ما فيك تستخدم الرانكات لفل 2 يعني أي كرت لفل 2 أو 3 ما فيك تستخدمه وغير هيك كمان أنه اللفة اللي بعدها بينزل رانك كروتك من 1 سوري من 2 إلى 1 أو من 3 إلى 2 لمدة تلافة طبعا إزا كانت لفل 2 نفس الشي بتعمل إزا كانت لفل 3 بتعمل نفس الشي بس بتنزل الرانك كروت للمدة تلافتين أما الباقي لمدة تلافة فقط البوف بيكون با الالتيميت الالتيميت مثل ما قلنا لكم هي الالتيميت اللي أول شي بتعمل داميج إيقوال 2 تمانية بالمئة وفماكس اتش بي اون اول انيميز دي بليتس توسكل اتراندوم دي بليتس اللي هي هي هاي هي بس لاش قلناها دي بليتس هي اللي اسم داني اللي هي بتعمل راندومي ريموف سكل فروم تارجت إكسكلودين التميت موف قيج اللي هي مثل ما قلنا لكم عليها هلا بس هي ما رح يكون اسمه دي ليتس رح يكون اسمه اينها لك رح يكون اسمه لك رح يكون اسمه لك رح تصير اسمه اجست اه لا اي غير هاي بلى سكل افكت هز بن ادد دي ليتسكل اه هاي هي المهم هين نكمل ليش الالتيميت تابعه مهمة انه كل ما زوت الالتيميت اول شي رح يزيد الماكس اتش بي يعني رح تصير تنقص ماكس لا اه اه رح تزيد الدميج اللي بتعمله بالماكس اتش بي يعني بدا مسلا اذا رح تعمل تمانا رح تصير اطناعش ستة عشر عشرين ثلاثين اربعين يعني اذا كان سكس سكس عنده غوثر رح يعمل دميج اربعين بالمية من الماكس اتش بي تابعك اه ميتين الف رح يعمل اربعين بالمية منه يعني رح يعمل اه بحدود المية وعشرين الف يعني حتى لو كان ماكس ما رح يعمل دميج هذا اللي بفهمته يعني التيميتو بصراحة جدا 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 عادية لانه اللي احنا لاحظنا كل الشخصيات اللي بتعمل الا بقدم تناعسك اللي ماكس اتش بي او بتعمل من ماكس اتش بي ما راح تكون قوية الا الشخصي الوحيدة اللي قوية اللي هي بان ليش لانه بان اتش بي ويكون اربعمئة الف خمسمئة الف مشان هيك تميش تبع الماكس اتش بي رح يكون كتير أما غوثر لا بس طبعا غوثر فيه شغلة حلوة أنه فيه تيمات بتحطة مع بعن بقى أنت بتعطيه ماكس اتش بي زيادة بقى ممكن مع الماكس اتش بي زيادة الألتمت تبعه تصير أقوى وأقوى وأقوى بس ما بيستخدموا الناس مشان الألتمت تبعه بيستخدموا مشان الحركة التانية أنه إذا كان إذا كان سيكس سيكس رح تصير تشيل كل الكروت تبع لي ضدك أول شي بتكون كرتين بعدما تصير ثلاثة أربعة خمسة ستة بعدما تصير سبع كروت أو أول إذا كان عنده أكتر من سبع كروت بس ما في كتير شخصيات عنده أكتر من سبع كروت إلا طبعا إذا كان بوسات أو شي ممكن يكون عنده أكتر من سبع كروت هلأ خلاصة من اللي هو الشخصيات نفسها هلأ خين نجي للبانر البانر طبعا مثل ما نالكم رح يكون البانر تسعمائة جيم إذا وصلت إلى تسعمائة فيك تختار مئة بالمئة تاخد قوثر أو هاوزر أو ممكن يطلع لك قبل تسعمائة وإن شاء الله لك اللي يطلع لك قبل تسعمائة وما يضطر روح تسعمائة ليش أنه البانر نفسه سيئة بيا بلاسكيلا ديرييري زيلتريس استروسا أوسلوهوك ليز الخضرة اللي هو قانفول ليز وفيها تارميل وسارييل وإكسكاليبر الباقي طبعا الخطايا السبعة الأوائل هلأ بنجي للبانر البانر طبعا قيمك من الشخصيتين الأساسيات البانر هاي هي ثلاث شخصيات لا بأس بهم تأميل سارييل وإكسكاليبر آرثر إكسكاليبر آرثر منيح ليش لأنه إذا أنت أخدت اللي هو هاوزر وسويت تيم بان النسخ تبعات آرثر رح تفيدك مشان الألتمت تبعه مشان سيسي تبعه بس غير هيك بصراحة آرثر مو كتير قوي لأنه خاصا هلأ أغلب التيمات اللي عم تستخدم بان عم تستخدمه مع شخصيات تانية غير البشر بقى ساعة البسيف تبع آرثر ما رح تكون مفيدة جدا أو ما رح تكون مفيدة أبدا بالفايد تبع البي في بي بالنسبة لل لقوثر نفسه قوثر نفسه طبعا مثل ما تلكم هو جيد وكتير قوي بالبي في بي بس ما له استخدامات بالبي في إي إلا مشان البسيف تبعه بس حركاته ما رح تقدر تستخدمها لأنه أغلب البسات اللي ضدك عنده إميونيتي بقى ما رح تقدر أنت تعمل الدي بوف تبعك عليهم مشان هيك بقى غوثر هذا رح يعتبر من أول الشخصيات اللي أكبر استخداماته فقط بالبي في بي وما رح تستخدمه كتير بالبي في إي إلا إذا شغلات معينة أنت بتكيام شانها بس غير هيك أغلب استخداماته رح تكون بالبي في بي بقى هلا بنجي للسؤال هل أنت بتلعب ببي في بي ولا لا إذا بتلعب ببي في بي وبدك تعمل فريق جديد تسحب عليك إذا أنت فريقك تبع مارغريت تبع بان قوي ما في داعي بصراحة مع البانر وخاصة ليش أنه في هلا نحن طالعين من بانر ورح تجي بانر اللي هو مترونة وبانر مترونة بصراحة مترونة شخصية لا بأسة بها مشان إذا بك تلعب اللي هو الشيطان أو الجاجة الطير الجديد بصراحة هذيك البانر أحسن إذا أنت بدك شخصي أو إذا بدك مترونة تكون جيدة غير هيك بصراحة البانرين فيك تعملون بأسرع وقت ممكن أو بسهولة لأنه هون ما في أي شخصية الواحد كثير قوية لأنه رح تغير مجريات اللعبة وخاصة إذا أنتو ما تلعبوا بي في بي هون الشغلة الأقوى إذا أنت من أشخاص اللي بيلعب بس جيم جيمين بي في بي مشان يوصل للتوب بعدين ما عاد يلعب بي في بي مو نصيحة تسحب على قوثر لأنه قوثر متل ما تلكم باستخداماته رح تكون جداً قوية بالبي في بي بس كبي في لا هلأ صح الباسف تابعه جداً جميلة بس أنت رح تحط شخصية فقط مشان الباسف تابعها ولا تحط مثلاً قوثر الأديم يعطيك رانكب ويعطيك كمان بوست على شخصيات داك بأنت رح تستفاد من قوثر القديم أكتر وأكتر وأكتر با بس هون بكونوا إن شاء الله هيك أنتوا باستفدتوا وعرفتوا شو تكن تعملوا هل تسحب ولا لا لأنه أنتوا عنكم متل ما تلكم في عندك هل معي جمات اسحب لحتى إذا ما تطلع لي بأول ثمانمية وسبعين جم بروح للتسعمية جم وهل الشخصية هاي رح تكون مناسبة لي وهل رح الجمات اللي رح أصرف على البانر هل رح ترجع لي بشي جيد وخاصاً ليش ومثل ما تلكم مع الوقت رح ي أعتقد أعتقد تسعم المئة رح يرجعوا الفستفالات مرة تانية على البانرات اللي قادمة بقى هيك ساعة أنت إذا ما بدك تسحب على قوثر ممكن تسحب على بانر مستقبلية بتكون أحسن من بانر قوثر وعلى أقل يكون فيها شخصيات أنت بدك ياهم كبي في بي وكبي في إي مثل مثل سكنور دوان مثل مارلين مثل ليز يعني فيه شخصيات كتير قوية رح تنسفاد منها بالمستقبل أكتر من قوثر هاد وخاصة ليش لأنه نحنا هلأ جاينا على الهلوين في عنا مترونة وفي عنا بارتو هلوين كمان ممكن يكون فيه شخصيات جداً قوية مثل قوثر الأخضر اللي تكون مفيدة معنا والضل سنة كاملة مفيدة مو بس قوثر هادة اللي هو مفيد فقط مشان أنت ما عاد حدا يستخدم ضدك ماركري بس هوم بكونوا مستهدفته اليوم أرجو أن تكونوا سمتعتكم فيه سمتعتكم فيها سمتعتكم فيها سمتعتكم في لايك للفيديو شكراً لكم لكم جيد مني وشوفكم آخر فيديوهات تانية حسنت ترجمة نانسي قنقر